قدسية وجمال وروح الفنون بتستقى من الشعوب وبالتالي الحفاظ عليها وإنشاء مهرجانات دولية وعالمية عشان تفتح أبوابها لاستسقاء هذه الثقافات من كل الحقيقة دول العالم ده بدأته مصر من سنين سنين كتيرة جداً عندنا مجموعة مهرجانات من أقدم المهرجانات على المستوى العالمي كمان مش المستوى العربي بس وبالتالي هنا يدينا دلالة مهمة جداً وهي رسالة هذا الشعب المصري باستمتاعه بالفن واحترامه للفنون والثقافات وبالتالي أي حد بيخش هذا الوطن بيزوب داخل جدرانه ومفيش أبداً أي عوائق بتعوق مسيرته سواء بقى من أي جنسية في العالم الأساس إيه؟ الفن خلوني أرحب بضيف وضيف حضراتكم برحب بالنقد الفن الأستاذ عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماع للأفلام التسجيلية والقصيرة أنا أكلمت صح؟ أهلا بيك أهلا بيك عصدام بيك ألف مبروك الدورة الخمسة وعشرين وبنتكلم على اليوبيل الفضي وهذا المهرجان المتخصص من أول مهرجانات على المستوى العربي لكن في مقدمتي دايماً الشعب المصري منذ ألاف السنين وأجدادنا يعني مدينا مشهد بديع بيجذب العالم كله يعني تفضل فان طبعاً زي ما حضرتك قلت يعني المصريين القدماء يعني هم أصل الفنون وأصل الثقافة وأصل الكتابة وحتى السينما يعني هتلاقي عندهم كده شراية مرسومة نعم يعني فكرة صحيح فكرة تسجيل الحركة كانت في ذهنهم برضو فكانوا بيعملوها بالشكل اللي كان ممكن يتعامل وقتها أنه يبقى فيه شريط مرسوم بحركة العمال أو حركة الناس فأكيد يعني في الجنات ما بقى من الجنات يعني موجود هذا الحب للفنون والثقافة مهما حدث يعني مهما حدث من ظروفه مهما حدث من يعني أفكار دخيلة لكن الشعب المصر بطبيعته هو يعني محب للفنون والبهجة صحيح منجي نتكلم على الدورة 25 وكانت هذه الدورة طبعا احتفالا باليوبيل الفض للانطلاق هذه المهرجان أنا عايز أتكلم على عدد الدول المشاركة إحنا حتى في أيام كورونا كان المهرجان موجود وكان عدد الدول لا بأس بيه يعني لكن كل دورة في هذا المهرجان بتزيد ما شاء الله عدد الدول وبتزيد الأفكار عصام بيك تكلمني من فضلك عن الأفكار صحيح يعني هو المهرجان كل سنة بيكتسب مساحة أكبر بيبقى فيه دول أكثر بتشارك فيه يعني كل سنة تقريبا بقى عندنا ريكورد كده كل سنة صحيح يعني الرقم السنة دي برضو غير مسبوء قبل كده يعني 63 دولة وحوالي 125 فلب فرقم غير مسبوء والحقيقة يعني ده مش مقصود لذاته يعني أنا فاكد لما كنا بنحضر المهرجان كانت الإشكالية عندنا مش زيادة عدد الأفلام ولا زيادة عدد الدول لكن كانت تقليص عدد الأفلام علشان إحنا عندنا برنامج محدود في عدد أيام محدود في عدد قاعات محدودة ووقت اللجاني التحكيم محدود يعني إحنا سودنا حتى كان زمان في لجنة تحكيم واحدة بتحكم ده أربع مسابقات دلوقتي بقى عندنا لجنتين يعني فبقى الوقت مضاعف لكن كمان وقتهم محدود يعني ما قدرواش يتفرجوا أكثر من ثمان ساعات في اليوم صحيح على مدار ثلاث أربع أيام وعدد الأفلام كبير فعدد الأفلام كتير فكانت الإشكالية عندنا أنه نقلل بحاول نقلل مقدر الإمكان يعني عملنا فرز أول وفرز تاني وفرز تالت لكن لغاية ما وصلنا لنقطة أنه خلاص بقى مقدرش تشيل تاني يعني صحيح حرام حرام الفيلم دا يتشاله حرام الفيلم دا يتشاله بس فلعة كتير برضو أنتو حطيته مجموعة قواعد لاختيار الأفلام دي والقواعد دي خاصة طبعا بالتصوير وخاصة بالفكرة مزبوط فانديم؟ طبعا طبعا يعني فيه مبرمج لكل مسابقة وفيه لجنة اختيار معا لجنة مشاهدة بيتشاوروا مع بعض وبيختاروا أفضل الأفلام حسب رأي الأغلبية وحسب يعني الأقناع يعني بنعمل الفارزة أول تصفية أولية لكل الأفلام المرشحة نهية تشارك في المسابقة كويس بعدين بنبتدي هنا المعيار الجودة بس فقط بعدين بنبتدي نختار برضو الأفضل بمعيار الجودة فانديم بعد كده بتيجي في المرحلة التالتة إن إحنا بقى نشوف لازم يبقى فيه تمثيل قاري يعني لازم يبقى فيه أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية طبعا مهرجان دولي مهرجان دولي لازم يبقى كل القارات ممثالة فيه بعدين لازم يبقى فيه برضو تنوع في الأفكار في الأسليب في الأنواع الفنية يعني مثلا إذا تكلمنا على الانيميشن أو التحريك التحريك ده أنواع كتيرة يعني فيه الرسم فيه السلصال فيه العرائس فيه السري دي فيه أنواع كثيرة من التحريك نفسه صحيح فما ينفعش إن أنا أخد نوع واحد لازم برضو أراعي إنه يبقى كل الأنواع التحريك أو عدد أكبر عدد ممكن من الأنواع يبقى موجودة أكتر فكرة لفتت وشدت انتباه حضرتك وانتباه اللجنة وكانت فكرة مؤثرة في الأفلام التسجيلية أو الأفلام القصيرة لا فيه حاجات كتيرة والله فيه حاجات كتير يعني في الأنيميشن مثلا كان بالذات يعني الناس كانت بتشيد به وحتى وإحنا هناك في الإسماعيلية يعني كان فيه أربع أفلام أو خمسة من اللي إحنا اخترناه أعلن إنهم يشاركوا في المسابقة الرسمية لمهرجان شتوتجرد اللي هو واحد من أهم أفلام مهرجانات الأنيميشن في العالم يعني بعد ما شاركوا عندنا فيه في التسجيل فيه حاجات شيقة جدا يعني كان فيه فيلمين مصريين موضوعهم شيق جدا وكان فيه فيلم سويسري من بانامي من باناما وإنتاج مشترك يعني اللي هو أخذ جنزة الفبريسي برضو فكريته كانت مميزة جدا يعني حاجات كتير طبعا عملتوا حاجات جديدة جدا الدورة دي أهم إبداعات المهرجان مصابقة أفلام الطلبة ودي مسابقة أنا بشوف إن هي مهمة جدا حمي نشوف طبعا وحضرتك أكيد بتشرف على يعني رسائل تخرج فيه سواء في معات السينما أو في الكلات الإعلام بنشوف يعني منتج أنا بشوف إنه بيبقى جيد جدا من أبناءنا الطلبة كلمني من فضلك صحيح يعني إحنا عضفنا مصابقة الطلبة من عدة سنوات لكن كل سنة هي بتزيد برضو لأنه زمان ما كانش فيه غير معات السينما بس ولي بدرس صحيح سينما واللي ما تخرجش من معات السينما ما اشتغلش في السينما يعني ويزعي بقى ويقع حباط ويروح يشوف شغلانها تانية الكلام ما بقىش موجود بقى فيه أماكن كتيرة بالدار السينما كمان كل الجامعات في العالم ابتدت تدرك أهمية السينما وأهمية السينما في التخصص اللي هم بيشتغلوا فيه يعني مثلا في علم النفس عندهم خراسات سينمائية يعني إزاي السينما بتقدم علم النفس أو إزاي نحل الأفلام بسحيل نفسي طيب قسم الاجتماع نفس الشيء عندهم قسم سينما أو دراسات سينمائية متعلقة بالاجتماع إزاي السينما بتدرس المجتمع وإزاي نحن نقدر ندرس المجتمع من خلال السينما قسم الفلسفة قسم التاريخ كل العلوم الإنسانية كليات العلوم الإنسانية بقت بتدرس صناعة أفلام أو بتدرس دراسات سينمائية كمان بقى فيه كليات الإعلام مثلا الكمبيوتر والجرافيك يعني بقى فيه قسم لتعليم صناعة الافلام في كل جامعات مصر تقريبا جامعات الخاصة والحكومية يعني حضرك عاستو اقول انه الجانب الفني المشاريع بقت كتير بقى موجود ومدمج في كل العملاء التعليمية وده مهم عندنا كل سنة عدد اكبر من الجامعات بالشارك يعني اول سنة كانوا مثلا خمسة ستة اعتقد السنة اللي فاتت دي كان فيه حوالي خمسة وعشرين جامعة ومدرسة في مصر ومدارس جميعا مدارس خاصة وجامعات بتعمل مشاريع فنختار برضو يعني عندنا اختيار من هزي الافلام يعني بتقدم لنا مثلا حوالي اكتر من من مئة فيلم مثلا مئة وعشرين فيلم خدنا منهم طمانتاشر فيلم اللي هم هيبتشاركوا في مصابقة الطلبة هاي لما اجي تكلم على التكريم المبدعين في هذه الدورة حضراتكم كرمته المخرج الامريكي ستيف جيمس والمخرج الفلسطيني مهدي فليفل والفنانة المصرية السلوى محمد علي واهميت هزيل تكريمات خاصة كمان على مش على المستوى الشخصي للفنان لكن كمان على المستوى مسارته الفنية قد ايه تأثيرها السلوى سعسون هي طبعا بتبقى يعني بنقول بنقول للفنان ان احنا يعني المهرجان مقدر جزيتك مقدر مسارتك الفنية اكيد بتبقى حاجة يعني سعيدة بالنسبة للفنان لكن كمان الاهم انه هذا التكريم يبقى مصحوب بالمعرفة يعني يبقى نوع من تقديم كمان هذا الشخص صحيح واعادة مشاهدة افلامه او مشاهدتها زي ما كانش الناس شافتها وعمل دراسات عنه يعني احنا حرصنا كمان يبقى فيه كتاب عن كل مكرم يبقى فيه دراسة لأعماله شي عظيم فهي انا رأي ان التكريم هو دراسة اعمال المبدعين عيال زيزة عصام يعني حينما استمع لمبدع او فنان اتخيل انه هذا الوطن لن يضيع ابدا وكتير من المصريين وكتير من الناس كلها بتعرفش انه خيوط الفنون هي موجودة مش في تعليم بس ولا موجودة في السيناء بان موجودة في امور حياتنا العامة انا بشكرك شكرا جزيلا انه نورتين فانت في مصر جميلة شكرا جزيلا شكرا مفصول لحضراتكم مشاهدينا بكرا ان شاء الله فريع عمل جديد الى اللقاء